أهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كان المهندس عادة بيتكلم على أن المسابقة ما شاء الله. مسابقة منطلقة من على مستوى القمة. بالحي ربطة الأندية المحترفة الحياة في أول موسم تدير فيه مسابقة تطلعها بالشياكة قوي دي. يمكن زي ما بيقولوا إلا موضع لابنة حتى الآن موضع لابنة اللي ناقص مسؤول عنه الكابتن أصام عفتاح. لازم أن يبني الآلب اللي ناقص لأنه التحكيم عليه كلام كتير قوي قوي. ما من مباراة إلا فيه ملاحظات. فنتمنى أنه موضع لابنة اللي ناقص ده كابتن أصام يكمله لأنه الحياة المستوى أقل من بقية الحاجات. خصوصاً الفار أنا مندهش والله. هو الفار مشكلته إيه؟ تاني حيرجع يقولك ماحنا رجعنا للفار. رجعت وردته الحاجة اللي لازم تاخد بها يعني هو بيوجهك للقرار أنه بدي لك اللقطة اللي عايز تاخد فيها القرار اللي هو عايزه. لكن ما بدي لكش اللقطة الكاملة ما قبلها عشان تقدر تحسب ولا لا يعني ما هو أنت بالمعيار العادل لن تشوف ما قبلها اللقطة. طيب أنت كده مش فرق جبلها لقطة من عند جولها وتروح تلغي تستنى لما تجيب جون وتلغيه عشان كان في منطقة بداية الهجمة كان فيه فاول. ما بتعملش كده في جون قبلها بثانية كان فيه فاول يلغي ضربة الجزائق مرتين تحصل. مش معقول.